لحضراتكو على حاجة ليه علاقة بالترند بس انا يعني شوية كده محتاجين ننتبه خلي بالك من مراتك ده ترند بقى انا كم يوم شغال القلش زي ما بنقول شغال على فكرة العنف الزوجي ست اللي قتلت جزها والرجل اللي قتل مراته وناس كتيرة بتتكلم في الموضوع وتقلش عليه وبستات وتغريدات وتعليقات بشكل يعني لازم يخلينا ننتبه يا جماعة حتى الهزار لحدود انتبه لانه كل اللي حصل على السوشيال ميديا ديك احساس بانه احنا بنكلم على ظاهرة في المجتمع المصري وده مش صحيح الترند خلي بالك من مراتك الهزار لما احنا نبقى مش عارفين ابعاده ايه ممكن يعمل مشكلة يعني حتى الهزار فيه مش صح الجزئية دي تعرفوا ليه لانه بالتأكيد الواقع مختلف الحوادث دي على فكرة بتحصل كتيرة جدا جدا وبتحصل من زمان قوي وبتحصل في مصر وفي غير مصر فكرة قتل الزوج لزوجته زوجته او لزوجها او الابناء المسألة دي على مستوى العالم ومش اول مرة تحصل احنا ميت مليون يا جماعة اكيد فيه ناس بتغلط ده طبيعي لكن ده مش معناه ان دي ظاهرة فيه ناس خدتها بانها دلوقتي يعني تقول ليه الناس خدت بالها دلوقتي من الموضوع ده وحولت كل الحوادث لقتل لانه بقى فيه حاجة يعني السوشيال ميديا شغالة وبتغذي بحاجات كتيرة واحنا بنحب الهزار فممكن مستاد كتيرة قوي راحت في السكة دي من باب الهزار لكن ماينفعش حدثة واحدة او يعني حوادث قليلة تبقى دي سمعة ميت مليون خدوا بالكوا لانه التفاعل كتير واللي بيعمل لايك وشير وعلشان يبقى ترند خد بالك لان ده يعني مردود ومش حلوة على المجتمع المصري انت بتساعد في تصدير صورة مش حلوة وصورة مغلوطة عن المجتمع المصري يعني للأسف بعد المواقع المعادية لمصر زي الجزيرة خادت الكلام ده وقالت العنف الزوجي بتناقش الموضوع ده العنف الزوجي في مصر هو الطريق الى الخلاص وانه المجتمع المصري بقى يميل اكثر للعنف وللقتل ده مش حقيقي لازم ننتبه لانه مش هو ده المجتمع المصري مش عايزين المسألة الهزار تاخدنا قوي فيما يتعلق بحاجات لي علاقة بسمعة مصر سواء على الرجل او على المرأة المصرية لان ده زي ما بقول حضراتكو بيشتغلوا عليه قنوات ويتعاملوا على انه الترند ده امر واقع وظاهرة في المجتمع المصري فكرة العنف في المجتمع المصري فكرة قتل الازواج لبعضهم في المجتمع المصري ده بيتصدر برا وده بيكتب عنه برا وده حتى في التقارير الخارجية بينعكس علينا كسمعة بلدنا فيعني المسألة في الهزار لازم تكون ننتبه يعني ارجوك انتبهوا لانه في النهاية ده في النهاية بيسمع في سمعتنا هنا كمصريين على مصر بشك